بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنسل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكذين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم وإن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثيرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبهوا أمدا نحن نقص عليك نباءهم للحق إنهم فتيتنا منوا بربهم وسدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا سططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولاياتون عليهم بسلطان بي فما نظم ممن افترئ على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عنك كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلم تجد له وليا مرسدا وتحسبهم أيقاظهم وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا وكذلك أبعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبثنا يوما وبعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة هذه إلى المدينة فلينظريها أزكي طعاما فلياتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا نبدى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلموا بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ويقول ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبذوا في كهفهم ثلاثة مئة سنين أزدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبذوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هويه واتبع هويه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر إنا أفدنا للظالمين نارا حاطا بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغازوا بماء كالمهل يشل وجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم لنهار يحلون فيها من ساور من ذهب من ساور من ذهب ويربسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين متكئين فيها على لرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم نسل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنخل وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا في تجنتين آتتك لها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا لكن هو الله أبي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يوتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غرا فلن تستطيع له طلبا ووحيط بزمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير هوابا وخير عقوبا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وزريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات ولا أرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تاتيهم سنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا وما نظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنتنا إن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا نبدا وربك الغهور الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب فلهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتيه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتيه آتنا غداءنا لقد رقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرايت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسي ليه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبر فارتدى على آثيرهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جيت شيئا امرا قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نشيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جيت شيئا نكرا قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لشيت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاوي لما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أنا عيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمن فخشينا أن يرحقهما طيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه سكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ليعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا القرنين يا جوج وما جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سداء قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوتي نجعل بينكم وبينهم أدماء آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوئ بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقما قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكفرين من عرضا الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتذنا جهنم للكفرين نزلا قل هل ننبئكم بلخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبط تعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناء ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنهد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولوجئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قل لو كانت600 بحر good ولم ينشأه تشرت به لا يجب أن يتkersا